الانبوب مهمة جداً ولأول مرة أنه في هذا المشروع كانت توجيهات للأخ دولة الرئيس أنه يصنع داخل العراق وقادرين على تصنيع داخل العراق بالتنسيق مع وزارة الصناعة بالتنسيق وزارة الصناعة الحديد والصم راح تكون نسبة كبيرة من هذا الانبوب يكون تصنيع داخل العراق هذا شوكت تباشرون العمل وشوكت موعد الانتهاء وخلاص ضخ الخام نحن المشروع يرات ثلاث سنوات لإكماله بالنسبة لإعلان لاستيرات هذه الأنابيب وتصنيعها في الحديد والصم الآن في طور الأحالة لشركة الحديد والصم هذا الموضوع راح يخدمنا أستاذ علي بجانبياً مهمة أول مرة لأول مرة راح يكون تشغيل لمعاملنا لوزارة الصناعة لإنتاج هذا الانبوب ممتاز إضافة إلى ذلك ممتاز تنفيذ هذا المشروع راح يطيني عمالة كبيرة زين تشغيلها أنتوا تتعاقدون وياها كشركة إحنا كشركة أي مع مواطنين عراقيين عمال يجون ينفذون عمال عراقيين راح يكون والتنفيذ يكون من خلال شركة المشاريع النفطية شوكت تباشرون إن شاء الله بعد ما يكون الأحالة على أحد الشركات الموجودة لاستيرات هذا الانبوب وكذلك تصنيع الجزء الأكبر من عدة داخل العراق يكون البدء في متى هذا الانبوب شوكت موعد الانتهاء وخلاص ضخ الخام ثلاث سنوات يراد 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 28 عدنة 25 26 27 نهايته إن شاء الله هذا الانبوب يكمل